أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام اسمحوا لي أن أرحب بكم في النسخة الأولى من المنتدى العالمي لتصميم المستقبل وود أن أتوجه بالشكر الجزيل لشركائنا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على جهودهم معنا في تنظيم هذا المنتدى نناقش في هذه الدورة تصميم تشريعات المستقبل اليوم وليس غدا وربما يتساءل البعض لماذا نصر على عنصر الآن والسرعة عندما نتحدث عن المستقبل أستحذر هنا كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نحن نتحالف مع المستقبل ونذهب إليه لنشارك في صنعه والزمن ليس محايدا الشيء الذي فعلناه أمس انتهى تكلموا عن الغد وعن المستقبل وشرفني اليوم أن أكون أمام هذا الجمع من الخبراء والمختصين والمشرعين والقانونيين فأنتم أهل الاختصاص الأكبر في هذا الموضوع ولكن اسمحوا لي أن أتكلم من منظور المستقبل وهو القاسم المشترك بين كافة منتديات القمة العالمية الحكومات بمختلف مواضيحة السؤال لماذا ننظر في تشريعات المستقبل الآن؟ وأجيب على هذا السؤال في ثلاث نقاط رئيسية على المستوى العالمي أولاً الفرص المستقبلية وبالتعاون مع الأمم المتحدة رصدنا في تقرير الفرص المستقبلية فرصاً جديدة تقدر بأكثر من ثلاثين تريليون دولار في القطاعات المستقبلية بحلول العقد المقبل لا يمكن استثمار هذه الفرص إلا من خلال التنظيم والتشريع الاستباقي ولكن أغلب تشريعات اليوم وضعت في القرن العشرين ثانياً التحولات العالمية المتسارعة نعيش اليوم عصر التحولات المتسارعة والمتغيرات المستجدة هذه التحولات سببت طلباً عالمياً متزايداً على التنظيم والتشريع أو ما نسميه ثورة تشريعات لدينا تحديث تشريعي كل سبع دقائق في العالم كما بلغ معدل التغييرات التشريعية خمسمية في الأمية في العقد الماضي وأصبح لدينا طلب عالمي مزدهر للتشريعات في السوق العالمي سوق التشريعات الجديدة في العالم يقدر بـ 31 مليار دولار ثالثاً التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للتحول التشريعي نتيجة التقدم السريع في توظيف التقنيات الحديثة في جميع جوانب الحياة اليومية اليوم التشريعات تدخل سباق التطور مع الابتكار الرقمي إذ أدى الابتكار الرقمي إلى ظهور قطاعات جديدة نماذج أعمال جديدة بشكل متسارع إلا أن التشريعات واللوائح التنظيمية لا تتطور بنفس سرعة تطور الابتكار الرقمي اليوم لدينا أيضاً لغات مستقبل جديدة للتشريعات تضحها التكنولوجيا من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتنفذها التكنولوجيا التشريعية بما يحقق الفرص والسرعة ويحسن الكفاءة ويخفض التكاليف كيف نحقق التحول التشريعي؟ كيف ننظم هذه القطاعات الجديدة؟ دون الحد من طاقة الابتكار الرقمي والتكنولوجي سؤال؟ أترك إجابته لأكثر من 300 من العقول التشريعية المميزة المشاركة في هذا المنتدى وأستدد شكري لكم على دعمكم ومشاركتكم معنا في تصميم وصناعة المستقبل الأخوات والأخوة إن تنافسية الدول ترتبط بتشريعاتها وسيكتسب هذا الأمر أهمية متزايدة في المستقبل تواجه الحكومات حول العالم اليوم تحديات تشريعية من جانبي جانب الأول فيه تحديات نتيجة تراكم التشريعات المتقادمة أربع تريليونات دولار تكلفة تراكم التشريعات في دراسة تمت في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة ويعادل ذلك الناتج المحلي الإجمالي لرابع أغنى دولة في العالم الجانب الثاني يأتي في كيفية تشريع القطاعات الجديدة سريعة التوسع مع تركيزها على حماية البيانات ودعم نمو الفرص نحتاج اليوم إلى تطوير الآليات المناسبة للحكومات للتعامل مع قطاعات بلا تشريعات في غالبية دول العالم على سبيل المثال من المتوقع أن يصل سوق الفضاء إلى حوالي 1.5 رليون دولار بحلول 2030 دولة الإمارات كانت سباقة في إصدار قانون الفضاء لتحفيز الاستثمار وتشريع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في قطاع مستقبلي واعد بآفاق واسعة وفرص لا محدودة ومن هنا تظهر حاجة الحكومات إلى مختبرات تشريعية غير تقليدية تنقل التشريعات واللوائح الحكومية إلى القرن الواحد والعشرين كما أنه من المهم جداً بناء فرق متعددة التخصصات بمهارات متنوعة لوضع تشريعات المستقبل فالتنظيم مسؤولية مشتركة وتعاون بين أكثر من فريق واحد إن الهدف الأساسي هو ربط التشريعات بالفرص والمرونة في دعم نماذج الأعمال الجديدة وجذب المواهب لصناعة واقع إيجابي جديد وبيئة تنظيمية داعمة للقطاعات المستقبلية حتى نعطيها زخم أكبر ونطلق إمكاناتها ونجعلها أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكرام يمكن للتشريعات إما أن تأخذنا إلى المستقبل لنستفيد من فرصه ونستثمره في خدمة دولنا أو تعود بنا إلى المربع الأول ونهدر عدداً لا يحصى من الفرص في المستقبل هذه الفرص هي حق للأجيال الحالية وأجيال المستقبل القادمة والدور الأساسي للحكومات هو تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لها أجدد شكري لمشاركتكم وحضوركم وأتمنى أن يكون هذا المنتدى مقدمة لصناعة نماذة جديدة وشراكات فاعلة لوضع تشريعات المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا